بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عبدة من لساني يفقه قولي أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله عمالكم وطاعاتكم ونبارك لكم حلول شهر شعبان المبارك سبحان الله قبل أيام استقبلنا شهر الرجب وتحدثنا عن فضائل شهر الرجب ولكن يبدو أن العمر ينقضي ونحن غافلون غافلون كيف أن الأيام تنقضي والشهور تنقضي وقد ظهر لنا هلال شهر شعبان وتعرفون شهر شعبان كبقية الشهور المباركة هو معظم بأمور عديدة شهر شعبان المعظم فيه مناسبات جليلة وكبيرة وعظيمة أهم تلك المناسبات هو في واقع الحال ميلاد الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف النصف منه وليلة النصف من شعبان ليلة عظيمة توازي فضيلة ليلة القدر وهناك ميلاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في الثالث من شهر شعبان وميلاد الإمام زين العابدين وميلاد مولانا أبو الفضل العباس وميلاد علين الأكبر في الثاني عشر من شهر شعبان كل هذه الأيام المباركة وميلاد الأنوار الطيبة فرصة مهمة أيها الأحبة أن نلتصق بهذه الذوات الطيبة بهذه المقامات العظيمة والأولياء الصالحين وقد يسألني أحد أنه سيدنا ما المطلوب مننا؟ سؤالنا أعتقد سؤال أساسي شنو المطلوب مننا في هذه الفترة في هذه المرحلة ما هو أهم شيء أن نتزين به وأن نتحلى به وأن نهتم به ما هو؟ أيها الأحبة سؤال مهم وجوابه أهم جوابه أيها الأخوة أنه لا شيئة اسمعوا هذا الكلام وليس كلامي وإنما كلام على حال الأولياء وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك شيء أهم في حياة الإنسان المتدين في حياة الإنسان المؤمن أهم من الأخلاق أصلا حتى العلم العلم جديد مهم والله جديد علي حال مدح العلم والعلماء والله سبحانه وتعالى جعل من الأدعية التي تذكر في القرآن ربي زدني علما فبي زدني علما وعملا وألحقني بالصالحين رسول الأعظم قال أنه طلب العلم فريضا على كل مسلم ومسلم أقول يعني حتى العلم اللي هو فضيلة وكمال ليس أهم من الأخلاق ليش كثير من الذين كثير من الذين يتحلون بالعلم ولكن لا يتحلون بالأخلاق فلا يسهون يلا اسمعوني شاقول لا يسهون درهما فلسا علم بدون أخلاق فلس ما يسه فلس أحمر ليش لأنه العلم بدون أخلاق يخلي الإنسان يتكبر يغتر يشوف نفسه ويعجب بنفسه شو الفائدة الإنسان علم عنده متكبر متكبر أخو الشيطان الفلوس لا الفلوس ما بيه فائدة إذا ماكو أخلاق شون تتعامل بهالفلوس شون ما تظلم الآخرين بفلوسك شون ما تفسد بأموالك شون ما تفسد الناس بأموالك شون أنت علي حال تكرم بأموالك تنفق في سبيل الله بأموالك شوف الأخلاق تلعب دور في التعامل بأموالك والتعامل بعلمك والتعامل مع جيرانك والتعامل مع نفسك التعامل مع أولادك الأخلاق أيها الأحبة صحفاً لو لو الإنسان خير اسمعوا جيداً هذه كمعادلة أذكرها للشباب لو خير الإنسان بين أشياء منها المال المال والعلم والأخلاق قالوا لو نطيك فلوس ملايين لو نطيك علم لو نطيك أخلاق أي واحد والله أن الأخلاق الأخلاق لو أوتيته لو حصلت عليه فإن الأخلاق هو الذي يجلب المال والأخلاق هو الذي يجعلك تتعلم وتخضع وتتواضع للعلم والعلماء الأخلاق كل شيء يجيبه تجيب المال وتجيب المحبة وتأتي بالعلم وتأتي بالمودة وتأتي بالسعادة الأخلاق عجيبة قبل أيام احنا احتفلنا بمبعث النبي الأعظم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لما يتكلم عن نفسه أنه الله ليش بعث نبي لماذا بعثه نبي قال وما بعثت وما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق الله ما بعثني نبي وما أرسلني رسول إلا أن الأخلاق أتممها الأخلاق أكملها أيها الأصدقاء الأخلاق الأخلاق والله العظيم انتو بس حاولوا حاولوا أشياء المزينة في شخصياتنا في شخصياتنا الأشياء المزينة نبعدها الأشياء أزاينا نركزها شوف شون تتغير الحياة لسي الظن بالناس يعني الناس لسي الظن بهم شوف شقيد الناس رح يتعاملون معاك تعامل جيد جاني واحد قال سيدنا الناس كلها تكرهني قلت له ليش كل الناس تكرهك ليش قال الله ما أدري سيدنا كلها تكرهني قلت له ما أكو إشكالي يعني من جانبك ما أكو إشكالي تابع نفسك براقب نفسك قال لا والله كل شيء ما بي أنا الناس كلها مو زينة وتكرهني قلت له ما معقولة كل الناس مو زينين وانت زين فقل لي شنو اللي عندك صدقوني إخواني في دقيقتين في دقيقتين قال لا أنا على حال سيدنا صريح أنا صريح قال أنا اللي أشوف اللي أحسه بواحد أنطي حسب تعبيره طينته بوجهه يعني أصارحه قلت له بماذا تصارحه قال أصارحه بالشيء اللي عنده قلت له عنده الإنسان مثلا أنا بخيل تجي يقول لي أنت بخيل قال إي أنا أصارح الإنسان أقول لي أنت بخيل قلت له قد أنت تسيء الظن بي هذا سوء الظن بالناس تتنفر منك تشوف عندي فلوس تسيء الظن من وين جايبها عدي سيارة من وين جايبها هذا بايقها هذا كذا ما أدري أسافر ها هذا وين راح واشتون صار واشجاب واشودة هذا سوء الظن بالناس لا يجعلك لا يجعلك محبوبا لدى الناس ولا يريدون مقاربتك أصلا ما يحبون أن يجالسونك لأن الإنسان سيء الظن فالإنسان الحسن الظن سأل ليش عليه شنو أنا أسيء الظن بالناس ليش الناس عليه رسلهم وهم يواجهون الله يوم القيامة وكل واحد بحسابه اسمعوا إلى الإمام الصادق استمعوا إلى الإمام الصادق قال قد سئل عن مكارم الأخلاق سئل الإمام الصادق عن مكارم الأخلاق يعني أي شيء اللي كلش حسب تعبيرنا هو رأس الأخلاق وقمة الأخلاق قال صلوات الله وسلامه عليه العفو عمن ظلمك العفو عمن ظلمك وصلة من قطعك اللي على حال مقاطعك ما يريدك كذا تتصل عليه ما يريد عليك تروح الباب بيته يسد الباب تصله وصلة من قطعك بعد وإعطاء من حرمك اللي ما ينطيك أنت تنطي واللي على حال ما يمد إيده إلك أنت مد إيدك إليه ويعطاء من حرمك وقول الحق ولو على نفسك هاي وين هاي هاي وين نحصلها أن يقول الإنسان الحق ولو على نفسه الإنسان دائما يعتبر نفسه هو الحقاني وكل الناس غلط هو الإنسان اللي عليه حال يعني صاحب النبل والأخلاق والمعرفة في حين مو الشكل قد الإنسان في واقع الحال يكون أسوأ مما يتصور وقل الحق ولو على نفسك عن الإمام الصادق في حديث آخر لجراح المدائني شخص اسم جراح المدائني قال له ألا أحدثك بمكارم الأخلاق يا جراح اسم جراح الولد يا جراح ألا أحدثك بمكارم الأخلاق قال نعم يا ابن رسول الله قال الصفح عن الناس الصفح عن الناس يعني حسب تعبيرنا لدي ربال لدي ربال ومواساة الرجل أخاه في ماله يعني إذا شفت واحد مسكين الله كذا يحتاج حاول أن أواسيه وذكر الله كثيرا هاي مكارم الأخلاق عن الإمام أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه قال عوذ نفسك السماح وتخير لها نفس وتخير لها من كل خلق أحسن شنو الأخلاق الحسنة حاول أن تزين نفسك بها فإن الخير عادة والشر عادة فتعوذوا الخير يرحمكم الله إنسان يعود نفسه يعود نفسه على البشاشة يعود نفسه على السماحة يعود نفسه على الاحترام يعود نفسه على الكلام الطيب الكلام البذيء الكلمات النابية للأسف بعض الأحيان واحد ما يقدر يمسك لسانه من الكلام النابي وعن الإمام أمير المؤمنين قال تجنب من كل خلق أسوأ كل أخلاق السيء منه تجنبه وجاهد نفسك على تجنبه فإن الشر لجاجة الشر الإنسان في الواقع عندما يحاول أن يبتعد عن الفضائل يبتعد عن الخير يبتعد عن الحسن للأخلاق الشر في واقع الحال يلج إلى قلبه ونفسه وكيانه في حين الإنسان هالشكل يريد عبر الإنسان مثل الكاس الكاس الفارغ الكاس الفارغ اللي تملي على حال يسمى بإسمه مليته بالماء يسموه كاس ماء مليته بالتراب يسموه كاس تراب مليته بالحجر كاس حجر مليته بالصم كاس السم مليته بحسن الخلق مليته بالغرور كاس غرور فأنت كشخصية كأس هذا الوعاء اللي أنت قلبك ووضعك بماذا تمليه تمليه بالخير فأنت تصبح الخير تمليه بالشر فأنت تسمى بالشرير أيها الأحبة شهر شعبان شهر معظم تعالوا لنتقرب إلى الله أكم ناجات أنا أدعو جميع الأصدقاء جميع الأحبة أكم ناجات في شهر شعبان تسمى بمناجات الشعبانية مناجات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في شعبان إلهي هبني كمال الإنقطاع إليك إلهي هبني كمال الإنقطاع إليك هذا المناجات لو الإنسان يقراها وحده يسمع هالشكين في مكان هادئ تروح للمقبرة مثلا العصرية هالشك العصور قبل المغرب تبعد يوم قبور وتفتحها المناجات بإذانك ويقرالك واحد صوتها جميل وتفكر أنت شنون تقدر هاي الدعاء تجسد في شخصيتك شنون تقدر تتقرب إلى الله وأنت تعيش بين الموتى اللي كنا رح نصير مثلهم كلنا كلنا إحنا إحنا إخواني إش قدري نعيش سنكون معهم متساوون في من في المصير أحبتي تقربوا إلى الله أحبتي أرجعوا إلى الله أحبتي أحبتي لا تأخذكم لا تأخذكم علي حال الدسائس والشايعات والخرافات والكلام والغلط حاسبوا كل أو احتسبوا أمركم إلى الله وحاسبوا أنفسكم على كل لفظ تلفظون وعلى كل حرف تكتبون وأي كلمة تصدر منكم حاول أن نكون على مستوراقي من الحساسية والاحتياط نسأل الله سبحانه وتعالى فقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح ويفتح علينا أبواب رحمة في هذا الشهر الفضيل شهر شعبان المعظم إن شاء الله تعالى أكو اتصال تفضلوا أبرقية تفضل أمرقية تفضلي أختي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلوا 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 سيد أنا ألم يعني من خديقاتي ومن أقاربي وعني تفضلوا لديهم سلات رضائية للناس المحتاجة وشي فهذا المشروع بدأ شوي ويكبر بني وآني مسؤولة بني أبقى أوائل تفضلتها بقاعمة يعني يعني فيها كل آئلة سلة ومبلغ 25 أقل أزيد هيت بني فأني يعني مضعت أشروب هذه آئلة ما محتاجة يعني كل المبلغ والمبلغ والسلة بني فأقل المبلغ لهاي الآئلة والسلة لهاي الآئلة يجيب هذا الشيء مثلاً لو حرام عليه يعني أنا مقولة أصرف واضح أمرقية واضح إياك الله بارك الله في عملك نعم متصل أم عباس تفضلي أم عباس السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله وبركاته سيدنا بالنسبة يعني أنا شكراً معين لأخوية أخوية وغصة هسا نعم المعين يعني ابن أخوية هذا حرام له حلال الآن توفي أخاك ايه توفي ايه وشنو وابن أخوية يعني بيأخذ الراتب يستعي يأخذ يعني والراتب يأخذه ابن أخذ ابن المعين بعنوان معين واحد مريض ايه والقانون شي يقول معباس القانون والله أنا بالضبط يعني بالقانون معرف بس أنا حسب ما أعرف يعني يقول إذا واحد توفي يعني بعد ما يأخذ الراتب واضح واضح هياك الله بلي بس شنو كان عنده متراكم كان عنده متراكم بس توفي ما أخذ يعني يسري يأخذ بدال هذا بدال متراكم مشكور مشكورة مشكورة واضح هياك الله نعم فاطمة تفضني وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هياك تفضنوا مواضح صوتك صوتك مواضح يا فاطمة صوتك مواضح قاعدين مجموعة مننا علي فتح على الاربيس خلأ اسمع بشكل مباشر شنو تفضلي قلت على شخص هو يتذب بس أنا ما قلت باستغابة بس ما عارف هاي قلت غير بلولا يعني ما قلت عني يتذب بس ما قال عن المعلوم هو يتذب لا ستقول بس هو متن موجود يعني يعني ما قلت يروح قلت بلنزمة يعني يعني شنو هل حصل حرام واضح واضح لا أستطيع شكرا جديدا حياك الله بلي رحمة سيد رحمة تفضل السلام عليكم سيدنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عفاك الله الله يبارك فيك أنا أنا عمر سبعي سنة والعام تمرضي بل كلا مات بلي وصمت نصر رمضان تقريبا بني وقال الدكتور لأصوم بعدين فحصت نقات كيف مات متعذية بني ظلت هسه عدي هاي ايام بارضة شوية والجوزين قلت أصوم يوم 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 وافتر ثلاثة ايام ربع ايام هسه كملت تقريبا من عد ثلاثة عشر يوم بعد خمسة أيام واضح واضح سيدنا سيد الرحمة إن شاء الله أجاوبك حياك الله علي تفضل علي وعليكم السلام رحمة الله وبركاته حياك سيدنا أريد أريد أرسم الوشم على يدي اليمني وشم اسم أمي هل أريد أرسم الوشم على يدي اليوم وإهل بيش كان اسم الوالد واضح حياك الله علاوي حياك الله أبو الفضل تفضل سلام عليكم سيدنا وعليكم السلام ومبارك عليكم على إمام الحج هذا الشهر الكريم الله يبارك سيدنا سيدنا أنا مخمز الإمام الخمين رضوان لله حد الآن باقي على تقريب السيد الإمام بفتوى السيد الخام نائم يعني عندي حرج واجباتي من أطلع صراتي كل قصة تبي حضرتك سيد الإمام عنده يعني يجوز يجوز أبقى لو لا لازم واجب عليه لمرجع الأعلى من حي أو السيد القائد مثلا أرجع له بفتوى السفر لو لا أقدر أبقى يعني بعد هال السؤال أنا أنا أصلي ومراتي ما أصلي أشك بالصلاة وأكمل بس أعيد الفرض شلون شلون أصلي مراتي أشك بالصلاة مالتي أشك مثلا أشك اتنين ركح شين أو ثلاث بني وأعيدا أكمل الفرض بس أعيد الفرض مرات يعني دائما هاتشي يعني مرات مو دائما بني سؤالك الثاني والسؤال الثاني آآ 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 سنة من السنين فضرت هذه السبوع من رمضان بني وما قضيت يعني قبل عشر سنين والآن ما قضيت ما قضيت ما قضيت ما يعني مرات قضيت ثلاثة اربعة في السنة ما قضيت آآ رح أجابك وانتهم إن شاء الله يعني تلتفت إلى جوابي بشكل واضح حياك الله حبيبي رحم الله أتصل نعم زين إحنا نجاوب إذا صار فتش يعني إذا كمنا افتح الاتصال الآن خلأ أجاب بعد لا تفتح الاتصال أمر قية تقول أنا أعمل مشروع سلات غذائية مع صاحباتي وصديقاتي وأنا مسؤولة عن هذا المشروع والوجبة الغذائية 25 ألف دينار تقول أشوف بعض العوائل ما تحتاج هذا المبلغ يعني نطيها وجبة مصنع 12 ألف جيد فأقسم الوجبة إلى قسمين يعني إلي حق طبعا هي تقول الأخ تمرقية تقول أنا مسؤولة وأنا مخولة فإذا أنت مخولة إذا أنت مخولة أو أنت في الواقع عندك صلاحية بعت وين الإشكال ما فيه إشكال في ذلك ما دام الإنسان أد تخويل وعنده صلاحية لا إشكال في ذلك وهو يقيم الأمور يقيم الأمور ما فيه إشكال أما عباس تقول أنا معينة لأخي المريض وتدرون المعين ياخذ راتب تقول وأخوي توف والراتب لا زال ياخذ ابن الأخ هل يجوز ذلك أو لا جوابنا واضح أخة أم حباس جوابنا أنه ماذا يقول القانون إذا كان القانون يقول أنه إذا مات المريض الراتب المعين ينقطع فلا بد أن تتخبرون وتودون شهادة الوفاة وتقول يا جماعة مريض نتوف حتى يقطعون عنكم الراتب وإلا فهذا يكون حرام شرعان واضح سيد رحم فاطمة تقول أنا تكلمت على شخص وقلت أنه كذاب فلان كذاب وهو موجود هذا يجوز أو لا طبيعة الحال أنت إذا تتكلمين عن واحد وهو موجود هاي غيبة غيبة تقولين سيدنا هو كذاب يعني هو إنسان ناس كله تعرف أنه كذاب كل الناس تعرف وأنا جاء أتكلم عن قضية واضحة عند الناس وأريد أحذر البعض تحذير أحذرهم لا تصدقون بكلامه ولا تبنون على حشايته فهنا إذا كان إذا كان قولك للآخرين أنه فلان كذاب حتى تحذريهم من عنده حتى لا يتورطون معه وهو إنسان يورط الناس ما فيه إشكال بهالنية بهالنية ما فيه إشكال من باب النصيحة أنه يا جماعة دير بالكم فلان لتعاملون أما لا تريدون كذاب حتى تهيني أو كذاب حتى تحقري هذا فيه إشكال واضح باب تقول أريد إتبار الذمة شلون على حال ممكن ترسلين الرسالة إلي أنه يا جماعة أول شهر شعبان وأبارك لكم شهر شعبان وأرجوكم أن تبروا ذمتنا زايدة ناقصة كذا وهذه بهال مناسبة يمكن إنسان أن يطلب العفو وعلي حال براءة الذمة سيد رحمة يقول عمري سبعين سنة الله يطل عافية وعنده مشكلة كلا والعام الماضي نص الشهر ما صام يقول الآن الجو جيد الآن الجو جيد وجاء أبدأ بالقضاء يوم أقضي يومين أقعد يوم أقضي وهكذا جاء أكمل قضائي وما أحس أكو مشكلة إن شاء الله فهل يجوز ذلك أقول نعم لا إشكال في ذلك قضائك إن شاء الله تعالى مقبول وإنت لا يحتاج تدفع مد العام الماضي فاتك الصوم والآن جاء تخضيه لا يحتاج تدفع مد لا يحتاج تدفع طحين واضح الطحين من الذي يدفعه اللي ما يريد يصوم وهو عاجز يدفع الطحين أو أنه فات عليه أكثر من سنة القضاء وما قضاء يدفع طحين نعم علي يقول أريد أرسم اسم والدتي على إيدي بالوشم يعني علي حبيبي الوشم في الواقع عملية أو قضية يقوم بها يقوم بها بعض الناس اللي فحنا أعبر تعبير أنت بعد شوف تعبيري دقيق لو مدقيق شوف تعبيري دقيق لو لا من يخلي الوشم يلا جاوبوني من الذي يضع الوشم على جسمه المجتمع هل المتزنون هل العلماء هل المثقفون هل الأتقياء من يخلي وشم الذي يخلي وشم الكذا 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 يعني خارج عن الثقافة والعلم الثقافة والعلم والرزانة والتقوى أنا ما أقول حرام استغفر الله لا 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 أقول حراما أقول ليس مناسبا لشخص متدين أن يجعل رسوم وعلى حال شيء على جسمه من هذا القبيل الآن أي واحد خليه ينزع ملابسه وجسمه وشم شو تقولون عنه مو شباب التعبان لا لا شباب المؤدب الرزن المثقف شو يقول عنه شنه شنه شمسوا الجسمه يستنكرون يستقبحون فهو عمل غير مناسب فهو عمل غير مناسب أبو الفضل يقلد سماحة السيد الخميني رحمه الله تعالى والآن يقول أنا أنحرج أكو مسائل السيد الخميني يختلف عن الفقهاء يقول أنا شنه اللي أسوي فأقول يا أخي إذا كان عندك لا زال السيد الخميني الآن صار متوفي تقريبا كم سنة السيد الخمين الآن متوفي تقريبا 39 سنة وشلو لو شوية كذا يعني سنة 88 أو 89 الآن على حال 2023 تقريبا تقريبا على حال 30 سنة 30 سنة السيد متوفي بعد وفاة السيد 30 سنة أكو مراجعهم جاي درسون جاي يفكرون جا كذا يعني هل معقولة أن الفقهاء الموجودين ما صارت علميتهم أقوى من السيد المرحوم فعلى حال شوف أسأل أهل الخبرة إذا قالوا لا أكو علماء مستوى الآن أكو علماء مثلا أعلى من عنده فهنانا تقدر تعدل تعدل إلى الأعلام الذين تثبت إما أعلميتهم أو كونهم في من كونهم في مستوى واحد واضح حبيبي مشكور إحسين يقول عنده الصلاة أشك بعدد الركعات وأعيد الصلاة على حال إذا أنت كثير الشيك دائما تشك لا تأتني بشكك أما تقول لا مرات أشك ومرات ما أشك على حال عادة الصلاة ما في إشكال كعادة الصلاة ما في إشكال بس ليصير عندك وسواس وسواس ليصير عندك وتعلم تعلم أحكام الشك أحكام الشك تعلم حتى لا تبطل صلاتك بس إذا بطل صلاتك مو مو حرام عليك يقول مطلوب صوم أسبوع أنا ما صايم عمدا قبل سنوات والآن شنو أسوي الآن اقضي بابا الآن خوش وقت خوش هو وعندك الآن شهر شعبان شهر كامل إلى رمضان اقضي هذا الأيام اللي فاتتك وعطي كفار عنها كل يوم ستين مسكين أطعام ستين مسكين نعم عدي متصل نعم زهراء تفضني أهل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد أنا زوجي نعم عند يعني متمكن هو نعم متمكن بس يعني شون احنا ويانا ملي مو حال لصرفة يعني ويانا نريد يكفينا يجيب بس يعني مو كل ما نطلب شي عنده لها يقول مو ضرور هذا وهو عند الحق يعني أقدر آخذ مثلا بدون ما يدر وآني أجيب شي للبيض الأطفال إلي أسأل السؤال زهراء بابا أسأل السؤال أقول زوجت يعني اللي تطلبي أنت تطلبي اللي هو يعني من ضروريات مثل أكل ما جيجي بأكل أو ملابس اللي أنتو بحتاجين وعريانين لا أكل يعني يجي بسمو كل النريدة يعني ومراه بالشغلات يعني يحدد لنا زهراء بابا زهراء زوجت بخيل يعني بخيل يعني عبد الأمير تفضل حبيبي ألو نعم تفضل أقول بالأربعة وسبعين أخي في أربعة وسبعين إيه السبه هو بقال مئة وعشرين دينار اشتبه مع بقال إيه مئة مئة وعشرين دينار بالأربعة وسبعين بلي واضح وثاني ومرد وعلي ما لقى ساحة مالبية مع الخضروات من الناس اللي تأتي من السماوية من الدوانية وما لقى وتعذر علي وإلى الآن وحسا توفى وأهلية آنية أبرز مده واضح واضح عبد الأمير حي الله يرحم أخيك ويرحم الموت نعم زين الأخذ زهراء تقول زوجي متمكن ما يصرف علينا بالمستوى المطلوب بابا زهراء الرجل الرجل واجب عليه أن يصرف ما هو شأن العائلة شأن العائلة أن يأكلوا اللحام يأكلوا الدجاج يأكلوا ما أذر يتمن شأن كل واحد شأنيته ومستوى الاجتماعي فيجب عليه أن يصرف وينفق عليهم بما يلائم مستواهم أنا ما أخذ وحده من عائلة على حال ميسورة أهلها كذا وأنا أجي مثلا أقتر عليها ما أشتري لها ثوب أو أخليهم جرودة هذا ميجوز ميجوز لابد أن أصرف عليها بما يليق شأنها وشأن شأنها الاجتماعي بعض النسوان ما يقتنعا الزوج يشتري بس ما تقتنع يقول له أريد فلان شي وإذا ما يشتري أنا أخذ من جيبة ما يجوز ما يجوز ما يجوز الزوج إذا كان بينه وبين الله وحسب العرف أنه جاي يصرف وجاي على حال ينفق فأنت تطلبين الزيادة هنا أنا ما يجوز إلا أن تستأذني من عنده إلا أن تستأذني من عنده فأخذوا المال من جيب الزوج لشراء أمور قد هو يراها غير ضرورية وقد يكون يعني حسب الوضع الاجتماعي هو غير ضروري والله إحنا نريد فلان أكله أو نريد نروح المطعم ما يأخذنا المطعم مو يجب عليه أخذكم مطعم مثلا هالقضايا على حال شوية احتاطوا يعني اللت من دين إيدك على جيب زوجك وزوجك معراضي دير بعدك واضح بابا أمم حمد تفضلي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد مر خصك إحنا زوجي شهي بني وجهالي آخذ أنا راتبهم بناتي أكبر آخذ أنا راتبهم بني وهنا قال اللي ماما يعني بريتي بذنة عن راتب يعني إحنا ما لدينا بس راتبني بني خش يعني بنات أربعة إلية أربعة أولية وش سمين بالراتب يا أمم حمد ش سمين بالراتب تاخذي ش سووا بالراتب بنيتي لهم بيت اشتريت لهم قطعة آآ وبنيتها وقاعدين هسا بيها إحنا آآ جيد جيد إي امسجلتها باسم ابني يعني تصرفي عليهم ها تصرفين الفلوس عليهم يعني تصرفي عليهم ما صار فالفلوس لا منا ولا منا هو بس عليهم وعلى احتياجاتهم الله يبارك مصرفي ياردن البنات مثنين عدي من الزوجات آآ هنا أصرف مثل أطيه الماما ريدا مصرف أطيه المصرف اشتريه السياحي الله يبارك فيك يا أم محمد الله يبارك فيك سؤالت شنو أريدا أنا أقول لكم يعني أطلع الشكم عن الحرام والحلال بس هي الله يطيك العافية إن شاء الله تعالى ويربيهم بإزراء آآ لحظتي آآ لحظتي ما أخذ من أجهة تجدرهم حالي حالهم جزاة الله خير جزاة الله خير أم محمد الله يبارك واضح واضح سؤالت واضح أبو حسين تفضل أبو حسين تفضل السلام عليكم سيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السيد انتشرت في الفترة أخيرة ظاهرة حفر الشوارع يعني حفر التبليغ في سبيل عام القصات بالشارع بمصطلح مامي شو حقوق الشرعي وتأدي لعطرة في الشارع بالنتيجة شنو انتشرت في الآخر شنو شنو حفرون بالتبليغ قصات أمام الدور يؤدي إلى كنف الشارع بالنتيجة ويخرب الشارع نعم شنو حكم الشارع وحنا بجهة جهيد لحصر التبليغ مشكور مشكور يا أبو حسين حياته الله باركاته أبو عقيل تفضل علو نعم تفضل علو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد شون بارك الله بكم تفضلوا أنا مريض بني و مريض العام اصابت نجلطة وصار عدد بني ومعصمة شرعب الآن شلونك والله هسا أحس بحصة شوية مثل ما أقول جيدة الآن حالتك جيدة ورحمة ورحمة الله وبركاته شوية السلام عليكم سيد سعد اسمعني من التليفون عليكم السلام الله يحظك سيد عدنا سؤال سيد ما يسمعني من التليفون يسمعني من التلفزيون وهذا رح يأخرني تسمعني من التليفون يا سعد لو نقطع الاتصال يالله سيد ماشا سمعك يالله اطلع الغرفة اترك التلفزيون اطلع الغرفة تكلم معاه بتليفون حياك الله ماشا سيد يالله يا علي قو مولاي حبيب أنا عندي سيارة كبيرة سيارة كبيرة حصة بالشبوع مرتين بلي الحصة استلم الجاز ابيعه يعني اخر علي نفع يعني اجيبه بمية وخمسة وعشرين الى ثلاثمية ثلاثمية لتور استلم بلي وابيعه بمية وخمسة وثلاثين بس عشرة الاف تربح بيها بس عشرة الاف شنها اللذة هذه على عشرة الاف شنها اللذة هو سيارتي واك فوان عندي حصة يعني وليش ما تشتغل بالسيارة هو ما سيارة هو سيارة يعني كل عشرين يوم ثلاثين يوم يلا يلوحك سيارة زين سؤالك الثاني سؤال الثاني زوجتي بالشارع لقيت بطانية يعني ما مستخدمة بطانية ما مستخدمة اي اي واعلنت بيها بالشارع هاي ما حد طلع لها وهدتها الشخص تاني هدتها هدية هدتها هدية اشقيد اشقيد انتوا نشدتوا على صاحبها كم مدة والله مدة غرب اسبوع اسبوع بس اسبوع بس عرفتوا عليه نعم بس مشكور يا سعد مشكور حياق الله أمرقية آخر اتصال سيد أنا أمرقية قبل شوية صاحبة المشروع السلات الغذائية بل سيد هنفتهم السؤالي غلط هنفتهم السؤالي غلط آمي لا يعني ما اسم القاتل الإجابة ما إذا كنت ستنغان علي أنت كنت تقولين أنه أكبر أقسم الحصة على عائلتين لأن أشوف زايد عليهم 25 دينا بل سيد بل هي حصة و 25 دينا يعني مو استلم مقدارها 25 دينا ها حصة و 25 دينا هنفتهم حياك الله حياك الله واضح بعد واضح تقدرين أنه تتصرفين بها 25 ألف دينار والحصة بعض العوائل بس حصة تطييم بعض العوائل بس حصة تطييم بعض العوائل 25 دينار كافي تقول أقدر أنا كذا نعم قلنا لا إشكالة في ذلك ما دام عندك أنت صلاحية تقدرين تقول هالعائلة ما تحتاج حصة و 25 دينار أطيب بس حصة بعض العوائل لا بس أطيها الفلوس بدون حصة حسب ما أنت تشوفين بينك ما بين الله لا إشكالة في ذلك لا إشكالة في ذلك زين وإن على حال من أين ما زوجي زهراء لا عبد الأمير أخي في 74 اشترى من بقال أو اشتبه مع بقال بفلوس 120 دينار يقول يوم الثاني راح على البقال ما شاف وإلى الآن إحنا ما محصل لهذا الرجال حتى نطيه فلوسه وأخوه الآن توف يقول إذا أبري ذمته يا حبيبي مئة وعشرين دينار في ذاك الزمان أربعة وسبعين مئة وعشرين دينار في ذاك الزمان إشقيد يسوى إشقيد يسوى على حال يقيمه إسا واحد يقول إشقيد سيدنا للحال على حال مئة وعشرين دينار الدولار كان الدينار ثلاث دولارات والدينار ثلاث دولارات فإنتة groups 360 دولار ثلاثمئة وستين دولار صدقة عن صاحب ثلاثمئة وستين دولار لماذا أقول دولار؟ لأنه في الواقع الدولار باقي قيمتها العالية فالآن هم تقدر هذا الشيء تنطيه واضح صار واضح كل دينار 3 دولارات 120 دينار 120 مو 120 ألف 120 دينار فصير 360 دولار تنطيه إن شاء الله مبرية الدمه أم محمد زوجي شهيد وأطفالي أخذ راتبهم وبنيت لهم بيت وأصرف عليهم جزاك الله خير جزاك الله خير العمل السوي طيب والله يحفظك ويستر عليك ويستر على أولادك وإن شاء الله خدمة الأيتام إلى أن كبروا خدمة الأيتام إلى أن نشأوا وكبروا وزوجتيهم ها كله محسوب إليك يوم القيامة كله محسوب إليك أجر ثواب أجر وثواب إن شاء الله تعالى أبو حسيني يقول انتشرت في الآون الأخيرة أنه بعض البيوت يخلون علي حال أمام البيت يحفروه يخلون حسب تعبيره طسة طسة يعني هذا اللي علي حال العثرة اللي تقلل سرعة السيارات إخواني إذا كانت منطقة آية أهلية سكنية وشباب تعرفون طايشين بعضهم يمشي بسرعة وأطفالنا في الشارع هنا لنضع مثلا بعض الطسات حسب تعبيرهم حتى نخفف سرعة ذول الشباب الطايشين هنا ما في مشكلة حفاظا على من؟ حفاظا على المنطقة السكنية أن لا يمشون بسرعة مرة تقول لا سيدنا شارع عام شارع كربلة نجف كربلة نجف جناب الأخ حاط له شنو؟ حاط له بسطية جناب الأخ فاتح لكشك يبيع ماي مدري إيش حاط له طسة هالكبر حتى الناس توقف توقف شنو تشتري من عنده هذا لا يجوز شرعا هذا لا يجوز شرعا سبيل المسلمين طريق المسلمين لا يجوز الإنسان أن يتعامل مع سبيل المسلمين وطريق المسلمين بهذا الشكل هذا لا يجوز فعلى حال للأسف البلدية وغيرها مسؤولة عن هذه الأمور أبو عقيل يقول أنا مريض وصالت عندي جلطة قلبية العام الماضي ومعصمة شهر رمضان والآن حالتي زينة زينة هذا حالتك زينة وهذا الشتة كبرى الشتة طولة الشتة ووضع جيد شوي شوي كنت تقضي يا حبيبي أبو عقيل شوي شوي يقضي ولو بالسبوع يومي هذا من متى إحنا الآن وضعنا زين وثلاث أربعة شهر الجو جيد ورح يجي رمضان هذا رمضان لما يجي كنت ما قاضي وتقدر كنت تقضي وما قضيت عليك حساب يعني فاقضي اقضي ما فاتك شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى تكمل القضاء اللي عليك سعد يقول عندي سيارة ريلة كبيرة وأفولها حصة قاز يروح يبيعها يربع عشر تلاف دينار سمحت السيدي أعتبر هذا خلاف القانون إذا خلاف القانون فيه إشكال خلاف القانون فيه إشكال سيارتك رح يشتغل بها انقل سلع الناس انقل أشياء الناس يقول ماكو شغل ماكو شغل على أي حال هذا السيد يقول إذا كان القانون ما يسمح ما يجوز لك الزوجتي يقول عثرت على بطانية بالشارع شافت بطانية بالشارع الجديدة لمدة أسبوع اسألنا عنها ما أحد يجب وإحنا انطيناها هدية كان عندنا واجبة وانطيناها هدية أخي الكريم أخي الكريم البطانية لما أخذت أهلك كان لازم لمدة سنة لمدة سنة تكتب إعلانات بالشارع بالمحلات بالمساجد بالحسينيات إعلان من فقده مثلا بطانية خليه تصل على مثلا الرقم الكذائي ولما كان يتصلون يطيوش مثلا المواصفات خضرة حمراء صفرة إذا أعطوش مواصفات يطيهم لمدة سنة كاملة وإنتوا ما سويتوا هذا الشيء الآن تقول إحنا نطيناها إذا أعطيتوها صدقة استغفروا الله لأنكم أنتوا ما عملتم بالواجب الشرعي اللي عليكم أخواني هذا يشوفوه الآن على الشاشة شوفوه هذا الآن على الشاشة أكو هاي البار كود شوفوه أها شوفوه هذا هذا أحسنت مكتوبة المجيب هذا البار كود خلوا كاميرتكم عليه كاميرا افتحوها رح يدخلكم على تطبيق المجيب وتطبيق المجيب مرجعية مرجعية معرفية دينية كاملة يعني الشاب أي مسألة عنده مسألة أي مسألة شرعية يقدر يفتح هذا التطبيق ويبحث يبحث مثلا عن الحب بين الشباب يبحث عن رؤية المسلسلات المترجمة أو المدبلجة يبحث عن مثلا الوضوء الصحيح يبحث يطلع للمسألة بشكل كامل عد اخواني اصدقائي يتكلمون عن قضية مثلا عن الحاد الله ليش سوى هذه الزلازل هذه هذه الزلازل مو خلاف العدل الالهي اطفال كلهم ماتوا يبحث الزلازل والعدل الالهي يطلع للموضوع شنو رؤية الاسلام شنو حديث الايمة شنو كلام الله حتى شباب يكونوا على وعي من ناحية الفقهية من ناحية العقائدية من ناحية المهدوية الآن الذون المدعين احنا اهل المهدي واحنا جماعة المهدي واحنا كذا المهدي نبحث عنهم كلهم مثلا فلان يدعي انه مثلا ابن الامام المهدي او انه كذا لما تبحثون يطلع لكم كل شيء التقليد واجب له لا يطلع لكم فتبحثون عن كل ما تريدونه فهذا التطبيق رب العالمين يسر إلا جميعا كمتدينين انه موبايلاتنا هذا التطبيق يكون ثابت مو انه والله فقط انا دخله اشوف مسألة وامسح لا لا التطبيق مثل شون عدكم واتساب شون عدكم فيسبوك شون عدكم مثل حقيبة المؤمن حتى تعرفون القبلة وتعرفون وقت الاذان هذه ايضا كمرجعية دينية في جيبكم اي وقت تردون تطلعوا تحصلون كل اللي في بالكم في مسائل القرآن والحديث والفقه والعقائد والتاريخ والامام المهدي ان شاء الله تعالى الله يوفقكم ويعجل في ظهور امام زماننا ويجعلنا من انصاره واعوانه وشيعته ومحبيه ويرحم شهداءنا ويعافي جرحانا لا تنسوني والدي من الله رب العالمين وصلى الله على اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة